هذه حلقتنا الحادية بعد العاشرة من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة رسالة من النجف ولا أقول أكثر من ذلك رسالة من النجف تطلب مني أن أتحدث عن النية النية بحسب دين العترة الطاهرة الرسالة هكذا تقول من أنني تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة وصاحب الرسالة يطلب مني أن أفصل في الموضوع أكثر لقد فصلت فيه لكن يبدو أن صاحب الرسالة لم يكن قد وقع على الحلقات المختصة بهذا الموضوع لأنني تحدثت مراراً عن النية بحسب دين العترة الطاهرة ربما أجملت في بعض الأحيان لكنني قد فصلت القول فيها في العديد من البرامج وفي العديد من الحلقات على أي حال إنني سأتناول موضوع النية النية بنحو عام القصد النفسي القصد القلبي هكذا يقولون عنها من أنها القصد المقارن للعمل لأنها إذا كانت سابقة للعمل كان القصد سابقاً فإن القصد سيقال له العزم إني عازم على السفر يوم غد لكن في اللحظة التي أبدأ حركة سفر فإن النية فإن النية تكون مقارنة لحركة سفر منذ بدايتها فهي فهي الدافع الذي يدفع الإنسان للحركة النية معناها واضح لديكم المضمون النفسي المضمون المضمر عند الإنسان للقيام للقيام بأي نشاط من النشاطات أكانت دينية أم كانت دنيوية فالنية هي القصد وهي الدافع هذا المعنى الإجمالي للنية وهو معنى معروف إلا أن أمرا مهما لابد أن تعرفوه من أن النية في دين العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة بعيدا عن ثقافة السقيفتين السقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس النية في ثقافة العترة الطاهرة نية مستديمة ثابتة ونية متحركة ترتبط بكل عمل من الأعمال وتحديدا العبادات ما يقع تحت عنوان العبادات وهناك نية متحركة أيضا إنما تكون لتحصيل الأجر والثواب المتعاظم إذن هناك نية ثابتة مستديمة وهناك نية متحركة إنها نية العبادات وهذه النية واجبة لأنها تعتبر جزءا من العبادة بل هي الجزء المقوم للعبادة وهناك النية الجزئية المتحركة أيضا لتحصيل الأجر والثواب سأوضح لكم المطلب النية المستديمة هي النية التي تكون سببا للنجاة أو الهلاك النية المستديمة إذا كنا نبحث عن سبب النجاة وعن سبب الهلاك للإنسان إن كان في الدنيا أو كان في الآخرة بحسب المنظور الديني العقائدي النية المستديمة وهي النية المستقرة الثابتة في ضمير الإنسان في مكنون الإنسان والتي تمثل حقيقة شخصيته هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة مية واثنعش باب النية الحديث الخامس بسنده بسند الكلين عن أبي هاشم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته الشاكلة النية هنا في الآية قل كل يعمل على شاكلته قال على نية هذا الحديث يتحدث عن النية المستديمة عن النية الثابتة والتي هي سبب النجاة والهلاك والتي هي سبب الخلود في الجنان والنيران على حد سوى إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا معصيتهم لله ليس مضمونها أنهم لا يؤدون صلاتهم المعصية هنا في عدم معرفتهم لإمام زمانهم في عدم وفائهم لبيعة الغدير الذين ناصبوا علي العداء أعداء علي المخالفون لعلي وآل علي نيتهم لو خلدوا في الدنيا سيبقون على خلافهم والذين أحبوا علي ووالوا علي نيتهم في الدنيا لو خلدوا فيها سيبقون على حبهم لعلي وولايتهم له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول لو ضربت المؤمنة على خيشومه بالسيف بالسيف إنها ضربة على الوجه وهي أشد ضربة يمكن أن يواجهها الإنسان أن يتلقاها الإنسان أمير المؤمنين بسيفه وبقوة علي لو ضربت المؤمنة على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني ولو أعطيت المنافقة الدنيا ذهبة حمراء بكاملها أن يعاد خلق الدنيا وأن تخلق ذهبا ولو أعطيت المنافقة الدنيا ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق هذا المضمون في الأحاديث النبوية في كتب الشيعة وفي كتب السنة على حد سوى يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق فهذا الحديث حديث النية المستديمة في هذا الجو إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا لأن المعصية في الصلاة أو الصيام لا معنى لها مع المعصية في ولاية علي مثل ما جاء في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فولاية علي أصل الأصول الإمام أصل الأصول ولذا فإن مخالف أهل البيت الأمر بالنسبة إليه على حد السواء صلى أم زنى حركاته في ممارسة الزنى هي هي حركاته في ممارسة الصلاة لا يوجد فارق في الأمر لأن جوهر الطاعة وجوهر العبادة لله في ولاية علي بالضبط كجوهر الطاعة عند الملائكة في السجود لأبينا أهدم وجوهر المعصية بالنسبة لإبليس في رفضه للسجود الحكاية هي هي حينما ذهب القوم إلى سقيفة الشيطان إلى سقيفة بني ساعدة فإنهم أعلنوا عصيانهم لعلي وهذه نية الخلود الجهنمي هذه النية المستديمة والذين أخلصوا لعلي من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذر هؤلاء أعلنوا نيتهم المستديمة في ولاية علي إنها نية الخلود الجناني إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا يستمرون على عنادهم لعلي وعلى بغضهم لعلي وعلى مخالفتهم لعلي وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته وهذا جواب في الحقيقة على سؤال يطرحه كثيرون من أن الإنسان يعمر في الدنيا إلى مئة من السنين فلماذا يبقى مخلدا في العذاب يبقى مخلدا في الجنان تلك رحمة الله وذلك جوده لكن لماذا يبقى مخلدا في العذاب وكل عمره ما وصل إلى مئة سنة إذا كان مستحقا للعذاب فإنه يعذب بمقدار عمره فلماذا الخلود الخلود ليس لأعمال قام بها وليس لعمر تصرمت سنونه في الدنيا الخلود لنية خالدة وإنما الأعمال بالنيات وإنما الدين نية وعقيدة ولذا فإن الخلود في جهنم بسبب خلود النية لأن نيتهم لو خلدوا في الدنيا لبقوا على عنادهم مع العترة الطاهرة فلو خلد أبو بكر وعمر مثلا لبقوا على عنادهم ولو خلدت عائشة لبقيت على عنادها مع علي إلى آخر لحظة من حياة أمير المؤمنين وعائشة تناصبه العداء وقد أظهرت فرحها وسرورها حينما وصل إليها خبر مقتل أمير المؤمنين هذا مثال من الأمثلة ويمكننا أن نجد على أرض الواقع في زماننا أمثلة كثيرة تتحدث عن هذه المضامين إذن هناك نية مستديمة النية المستديمة هي هذه التي تحدد النجاة والهلاك للإنسان تحدد الخلود في الجنان والخلود في النيران أفضل مضمون للنية المستديمة لشيعي حسيني مهدوي هي هذه ألا يا أيها الزهرائيون إن كان هناك من زهرائيين هذه النية المحمدية وأنا أحدثكم في ليلة استشهاد رسول الله وفي ليلة استشهاد إمامنا الحسن المجتبة إنها ليلة الثامن والعشرين من شهر صفر هذه النية المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية المهدوية هذه النية المستديمة إنني أقرأها عليكم من القول البليغ الكامل من من الزيارة الجامعة الكبيرة إذا كان بالإمكان أن نستحضر مضمونة الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا وهذا أمر عسير للمحدث للمحدث القمي إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم هذه الألفاظ مضمونها يشكل النية المستديمة المستديمة لنا بأبي أنتم وأمي سادتي أوليائي سيدي يا رسول الله سيدي يا أمير المؤمنين سيدتي يا زهراء سادتي أئمتي أوليائي يا أولاد علي وفاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد سادتي أوليائي بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به كافر بسقيفة بني ساعد وكافر بسقيفة بني طوسي إجمالا وتفصيلا ظاهرا وباطنا سرا وعلانية بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدوكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم موال لكم ولأوليائكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم محقق لما حققتم لأن الحق يدور معه لأن الحق يطوف في أثنيته فهم جوهر الحق وهم قبلة الحق وهم حقيقة حقائق الحق محقق لما حققتم مبطل لما أبطلتم مطيع لكم قطعا بتوفيقكم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم محتمل لعلمكم محتمل لعلمكم معتقد به متمسك به ساع لأن أتعلمه محتمل لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجير بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمنون بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معد حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ألخص لكم أهم المطالب في هذه العبائر والجمل متقرب بكم إليه هذه وسيلة أن أتقرب إلى الله بمودتكم فهؤلاء فهؤلاء هم القرب 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 الذين يقرب ويقرب وننا إلى رسول الله ويقرب وننا إلى الله هؤلاء هؤلاء هم آل الله وآل رسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب فهؤلاء فهؤلاء هم القرب الذين نتقرب إليهم بمودتهم ونتقرب بهم إلى رسول الله ونتقرب برسول الله وآله الأطهار إلى الله ومتقرب بكم إليه هذا أولا وماذا بعد ومقدمكم أمام طلبتي هذه قائمة الأولويات في حياتي ومقدمكم أمام طلبتي الطلبة الشيء الأهم الذي أطلبه ومقدمكم أمام طلبتي وحوائج فطلبتي هي الأهم وحوائج كل ما أحتاجه في شؤون الدين والدنيا ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وماذا بعد وحوائجي وإرادتي وإرادتي في كل أحوالي وأموري إنني أضع كل ذلك في فناء ولايتكم سادتي أعمتي ومتقرب بكم إلي إلى الله ومقدمكم في فناء الله ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي إنني أقدمكم أمام إرادتي الأولوية لكم إرادتي تنطوي فيما تريدونه وكل شيء راجع إليكم ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم إلى أن نصل إلى هذه الزبدة فمعكم معكم لا مع غيركم معكم معكم هذه هي الزبدة أن تكون النية المستديمة بهذا المضمون تلخصها هذه الجملة فمعكم معكم لا مع غيركم هذه النية المستديمة التي على الشيعي المحمدي العلوي أن يعيش معها على طول الخط في ظاهر حياته وفي باطن حياته هذه النية المستديمة هذه النية المستديمة هي التي تكون سببا للخلود الجناني وما يناقضها سيكون سببا للخلود النيراني إذا كنتم تبحثون عن نية مستديمة تبقى ثابتة موجودة في عقولكم وقلوبكم وعليكم عليكم أن تراقبوا ثباتها النية تتزلزل في القلوب الذي يزلزلها الجهل الغفلة وساوس الشيطان الأعمال الطالحة التقصير في طاعة إمام زماننا إمامنا الصادق هكذا يقول لو أدركته لو أدركته قائم آل محمد لخدمته أيام حياتي إذا لم تكن خدمتنا بهذا المستوى فإننا مقصرون في فناء إمام زماننا وكل هذا يؤدي إلى أن تكون النية المستديمة متزلزلة الأعمال الصالحة هي التي تمنح النية المستديمة الثبات والسكينة والسكينة والاستقرار والهدوء في قلوبنا وعقولنا فهذه عبارات تشعرنا بالإجمال بمضمون النية المستديمة التي تسبب لنا الخلود الجناني فمعكم معكم لا مع غيركم هذا ما يرتبط بالنية المستديمة الثابتة والتي تكون سببا للنجاة للنجاة أو الهلاك وهناك النية الجزئية المتحركة الواجبة وهي نية العبادات العبادات تكون النية فيها جزءا مقوما لها ماذا نقرأ في الكهف الشريف في الباب نفسه الحديث الأول عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه لا عمل إلا بنية هذه نية العبادات نية العبادات ونية أعمال الخير نية أعمال الخير إن كان من الخير الواجب فهو داخل تحت هذا العنوان وإن كان من الخير المندوب فهناك النية الثالثة سيأتي الكلام عنها العبادات الواجبة والمندوبة على حد سواء فإن النية تشكل الجزء المقوم لوجودها لحقيقتها حينما يصلي المصلي حينما يصوم الصائم حينما يذهب الذاهب إلى الحاج لا بد من نية تكون موجودة من أول العمل إلى آخره إذا ما فقد جزء من هذه النية في أي عمل من هذه الأعمال فإن العمل سيكون باطلا إذن النية المتحركة الجزئية التي تعتبر جزءا أساسيا من العبادات إن كانت العبادات واجبة أم كانت العبادات مندوبة إنني أتحدث عن العبادة المشروعة التي وردت في نصوص الكتاب وأحاديث المعصوم هناك أمور يمكننا أن نحولها إلى عبادة لكن هذا سيقع في العنوان الثالث من عناوين النية أنا أتحدث هنا عن العبادة المشروعة إن كانت واجبة أو كانت مندوبة جاءتنا عبر الآيات وعبر الأحاديث المعصومية النية تشكل فيها الجزء المقوم لها فلا بد أن تكون النية موجودة من بداية العمل إلى نهايته إذا ما فقد جزء من النية أن تراجع الذي يقوم بالعمل عن نيته في مقطع من هذا العمل بطل العمل بطلة العبادة فإذا صلى المصلي مثلا وفي وسط الصلاة تراجع عن نيته إذا تراجع عن نيته تراجعا حقيقيا لأن هاجسا شيطانيا عابرا مر في ذهنه تراجع تراجعا حقيقيا فإن العبادة ستكون باطلة لأن العبادة تتقوم بالنية لا نستطيع أن نتصور العبادة من دون النية هذا هو منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة ولذا فإن إمامنا السجادة يعطينا هذه القاعدة لا عمل إلا بنية إنه يتحدث عن العبادات لأن المعاملات بين الناس لا تحتاج إلى نية دينية إنما القصد موجود في كل عمل لكننا لا نتحدث عن أي قصد نحن نتحدث عن النية الدينية عن النية الشرعية التي تمثل الجزء المقوم لحقيقة العبادة فالصلاة من دون نية من أولها إلى آخرها ما هي بصلاة وإن كان الإنسان جاء بالقراءة وبالركوع والسجود إلى بقية الأمور النية هي الجزء المقوم لهذه العبادة وهذا الأمر يسر في كل العبادات الواجبة والمندوبة على حد سواء لا عمل إلا بنية لا يمكن أن نتصور العبادة من دون نية حتى ولو كان ذلك في جزء منها في مقطع منها لأنها لن تكون عبادة حينئذ العبادة عبادة حينما تكون النية سارية في كل أنحائها من أول العبادة إلى آخر العبادة المشروعة المرسومة شرعيا ودينيا هناك شيء شائع في الأوساط الشيعية من أنهم يتلفظون النية النية ليس لها من طقص لفظي في دين العترة الطاهرة لكن أمرا شائعا في الأوساط الشيعية يتلفظون النية في الصلاة مثلا في بداية شهر رمضان في الحج مثلا هناك صيغة لفظية يتلفظونها تارة يتلفظونها صوتيا فيقول أصلي كذا كذا أصوم كذا كذا وتارة يكون تلفظها نفسيا ذهنيا فيما بينه وبين نفسه يكرر جملة معينة تعلمها من الذين علموا من أنه يصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى تارة يلفظها بلسانه بصوت مسموع بصوت غير مسموع لكنه يلفظها بلسانه يقرأها جهرا يقرأها إخفاتا وتارة يتلفظها نفسيا يكرر الكلام الكلام فيما بينه وبين نفسه في ألفاظ ذهنية في ألفاظ نفسية من دون أن يتلفظ بلسانه لا جهرا ولا إخفاتا كل هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة وإذا اعتقد الإنسان من أن هذا يشكل جزءا من العبادة فإن العبادة ستكون باطلة لأنه قد أدخل في العبادة ما ليس منها الشهادة الثالثة جزء واجب في العبادة يقولون لكم إن هذا الجزء إذا ما ذكر يبطل الصلاة وفي الوقت نفسه يعلمونكم أن تتلفظوا النية تارة جهرا إخفاتا في حالة نفسية ذهنية إذا كانت هذه الجمل وهذا التلفظ يعد جزءا من العبادة فهذه بدعة لا وجود لمثل هذا في فقه العترة الطاهرة من أين جاءونا بهذا جاءوا بهذا الكلام من الشوافع بعض فقهاء الشوافع يقولون بهذا لا أقول من أن جميع الشوافع يقولون بهذا بعض فقهاء الشوافع يقولون بهذا وهؤلاء الطوسيون جاءوا بهذا من أولئك صحيحا أنهم قد لا يثبتون هذا في رسائلهم العملية ولكنهم يعلمون العوام ما هذا عوام الشعة هذا الأمر منتشر بينهم وخصوصا في الحج مثلا حينما يذهبون إلى الحج فإنهم لا بد أن يتلفظوا النية وبنحو مجموعي لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات لا وجود لطقس لفظي بالنسبة للنية وإذا أدخلنا هذا الطقس اللفظي على أنه جزء من العبادة فإننا قد أدخلنا ما هو ليس من العبادة في العبادة فإما أن يبطلها وإما أن تكون العبادة ناقصة معيبة مختلة فالنية قصد قلبي لكنهم علموا الشيعة تعلمون هكذا علمون منذ صغرنا من أننا نتلفظ النية نتلفظها جهرا إخفاتا أو أننا نتلفظها تلفظا نفسيا ذهنيا وهذا لا وجود له في دين العترة الطاهرة فيما يرتبط بالصلاة أو بسائر العبادات الأخرى إذا كان الإنسان يفعل هذا من دون أن يقصد أن الذي يفعله جزء من العبادة لا إشكال فيه لكنه لم يكن قد ورد عن العترة الطاهرة لا إشكال فيه من جهة التأثير على العبادة وإلا فإنه لم يرد عن العترة الطاهرة لأن النية لا بد أن تكون مستحضرة في القلب وفي العقل فليس هناك من طقس لفظي لها أما هذه الصيغة أصلي صلاة الظهر مثلا قربة إلى الله هذه الصيغة لم ترد عن العترة الطاهرة وهي صيغة خاطئة ليست دقيقة هذه الصيغة ليست صيغة صحيحة بالإجمال يمكن أن نصفها بأنها لا بأس بها بالإجمال مع المسامحة والمساهلة لكننا إذا أردنا أن نكون دقيقين مثل ما يريد أئمتنا فهذه النية ليست سديدة العبادات لا بد أن تكون لله هذه النية العبادة لله فحينما تكون عبادتنا لله هذه هي النية التي لا بد أن تبقى من أول العبادة إلى آخرها من أن الصوم لله من أن الحج لله من أن الصلاة لله لله هناك ما هو مقارن للنية مقارن النية أنني أتقرب بصلاة التي لله إلى الله هذا المقارن ليس واجبا هذا المقارن سيكون موجودا بنحو تلقائي عند المصلي لكن النية التي يجب عليه أن يحافظ عليها من أن الصلاة لله لا أن أصلي قربة إلى الله الصلاة لله وأنا أتقرب إلى الله بهذه الصلاة النية هكذا يجب أن تكون من أن الصلاة لله وسيأتينا التفصيل لكنني لا أعتقد أن الحلقة ستكفي سأبين لكم ما أستطيع بيانه في هذه الحلقة وبقية الكلام في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى إذن الصلاة والعبادة لله هذه هي النية الأصل وهذه النية لا تحتاج إلى لفظ وليس هناك من طقس لها من أول الصلاة إلى آخرها فإن المصلي لا بد أن يكون على هذه النية حتى لو صابته غفلة الغفلة لا تؤثر في النية لكن الإعراض عن النية هو الذي يؤثر فيها فإذا كان المصلي في وسط الصلاة وقرر أن يجعل الصلاة لشيء آخر ليست لله أو قال هذه الصلاة في نيته ليست لله بطلة الصلاة بطلة الصلاة وهكذا في الصيام وهكذا في سائر العبادات الأخرى إن كانت واجبة أو كانت مندوبة إنني أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا شأن لي بدين سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بدين سقيفة بني طوسي هذا فقه العترة أحدثكم بفقه العترة لا بفقه سقيفة بني ساعدة ولا بفقه سقيفة بني طوسي هذا فقه علي وآل علي هذا هو فقه النية من أول العبادة إلى آخرها أن العبادة لله وسيأتينا التفصيل سيأتينا التفصيل تباعا في حلقة اليوم وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى عليكم أن تتابعوا الحلقتين معا حتى تتضح الصورة كاملة التقرب إلى الله هذا مضمون مقارن للنية سيكون موجودا بنحو تلقائي في نفوسنا ليس جزء من النية حتى حتى إذا لم نكن ملتفتين إلى هذا المعنى فإن نية الصلاة التي تتقوم الصلاة بها هي هذه التي أشرت إليها من أن الصلاة لله سبحانه وتعالى فأنا العبد أتقرب إلى إلهي بهذه الصلاة التي نيتها أن الصلاة لله جل شأنه وتعالى وتقدس حينما أقول أصلي صلاة العصر قربة إلى الله تعالوا كي نعرب هذه الجملة هذه الجملة إما أن تكون من دون تقدير أصلي صلاة العصر قربة إلى الله أو أن الجملة قد تكون مقدرة أصلي أصلي صلاة أصلي صلاة قربة إلى الله في كل الأحوال في كل الأحوال فإن الإعراب هكذا يكون إذا كانت الجملة أصلي صلاة قربة إلى الله فإن صلاة هنا مفعول مطلق حتى إذا أردنا أن نعربها مفعولا به الكلام عند قربة فقربة إما أن تعرب تمييزا وإما أن تعرب صفة بينما إذا جئنا بالجملة أصلي أصلي قربة إلى الله أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله قربة هنا ستكون مفعولا لأجله حتى إذا أردنا أن نعربها تمييزا المعنى واحد لكن الإعراب الدقيق هي مفعول لأجله إنني أصلي صلاة لأجل القربة لأجل أن أتقرب إلى الله فأين هي صلاة أين نيتها هذه ما هي نية الصلاة نية الصلاة أن تكون لله وهذا مقارن للنية أنني أتقرب بالصلاة إلى الله أليس الإعراب هو الذي يكشف المعاني فحينما نعربها مفعولا لأجله هذا يعني أن صلاتنا لأجل القربة لأجل أن نتقرب إلى الله فهل صلينا لأجل أن نتقرب أم أن الصلاة لله ونحن بعد أن تحققت الصلاة لله نتقرب بها فارق كبير في المعنى دقق النظر في الكلام مرة أصلي صلاتي من تكبيرة التحريم إلى التسليم الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم إنها تكبيرة الإحرام فبدأت صلاتي من التحريم إلى التسليم وهذه نية أتقرب بها إلى الله أتقرب بصلاة نيتها التقرب هذه ما هي بعبادة العبادة لله التقرب هذا فعل يعود لي منفعة تعود لي العبادة تتقوم بهذه النية بنية أن العبادة لله وأنا يمكنني أن أستحضر هذا المعنى أني أتقرب إلى الله بها أو أنني لا أستحضر هذا المعنى استحضار هذا المعنى ليس ضروريا لأنني حين أتقرب إلى الله ضمن المستوى الفكري الذي أمتلكه فقد تكون عبادتي عبادة التجار إنني أتقرب إلى الله كي أنال ما أطمع فيه وقد تكون عبادتي عبادة العبيد إنني أتقرب إلى الله كي أتجنب ما يخيفني من العذاب وقد تكون عبادتي عبادة الأحرار إنني أتقرب إلى الله لأنه أهل للعبادة هذا أمر زائد على النية هذا أمر مقارن للنية النية في فقه العترة لا شأن لي بفقه سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بفقه سقيفة بني طوسي حينما أقرأ عليكم الآيات من القرآن ستعرفون أن الحقيقة القرآنية هي هذه التي أحدثكم عنها لأنني ما جئتكم بهذا من عندي نفسي هذا منطق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومنطق أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم وهذا هو فقه العترة الطاهرة وهذا هو دين العترة الطاهرة إنه دين أجنبي وغريب وغريب جدا عن دين السقيفتين نذهب إلى فاصل إذن هناك نية مستديمة وهذه النية المستديمة تبقى ثابتة في العقول والقلوب في النفوس والضمائر إنها النية التي تمثل جوهر وجدان الإنسان مضمون العقيدة إذا كانت العقيدة عقيدة هدى فإن النية المستديمة ستكون سببا للخلود الجناني وإذا كانت العقيدة عقيدة ضلال فإن النية المستديمة ستكون سببا للخلود الجهنمي للخلود النيراني مر هذا الكلام النية المتحركة الجزئية الواجبة وهي النية التي تتقوم بها العبادات وحدثكم عنها وسيأتينا الكلام تباعا في التفاصيل حيث يقول إمامنا السجاد لا عمل إلا بنيته فهذا العمل لا يتقوم إلا بنية دينية شرعية حتى إذا أردنا أن ننظر إلى سائر الأعمال في حياة الناس بعيدا عن الدين فإن الذي يجعل الإنسان يعمل عملا معينا قصده والقصد هو النية فحقيقة العمل لا يتحقق على أرض الواقع إلا من خلال النية التي دفعت الإنسان أن يتحرك في هذا الاتجاه أو في ذاك الاتجاه كلام كلامنا هنا عن النية الواجبة في أجواء العبادات المشروعة إن كانت واجبة تلك العبادات أو كانت مندوبة المستوى المستوى الثالث من مستويات النية إنها النية المتحركة الجزئية والتي تكون لتحصيل الأجر والثوابئ المتعاظم أقرأ عليكم من الجزء الأول من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة ألف مية وأربعة للهجرة وهذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الثامنة والأربعين إنه الحديث التسعون عن أبي ذار عن رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذار يا أبا ذار ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل النوم ما هو بعبادته والأكل ما هو بعبادته ولكن بإمكاننا أن نحول نومنا إلى عبادته أن نحول أكلنا إلى عبادته إذا ما جعلنا نومنا لله وجعلنا أكلنا لله إنما نتقوى بنومنا وأكلنا لطاعة الله فهكذا يكون النوم لله ويكون الأكل لله نستعين بطاقة النوم وطاقة الأكل أتحدث عن الطاقة المتولدة عن النوم وعن الأكل نستعين بكل ذلك في طاعة الله في طاعة إمام زماننا من أطاعكم فقد أطاع الله نحن لا نتعامل مع الله مباشرة نحن نتعامل مع وجه الله الذي نصبه لنا سبحانه وتعالى يا أبا ذار ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل هذه نية متحركة جزئية لتحصيل الأجر والثواب يمكننا أن نحول كل شيء في حياتنا إلى عبادة من خلال هذه النية أن نجعل كل شيء في حياتنا لله كما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه حينما سئل عن قائم آل محمد لو أدركته لو أدركته لخدمته كل حياتي لخدمته أيام حياتي هذه نية مستديمة ثانية لكننا هل نقوى عليها لا نقوى على مثل هذه النية هذه نية مستديمة ثانية هناك نية مستديمة عقائدية وهناك نية مستديمة عملية إذا وفقنا لمثل هذه النية وحينئذ سيكون كل شيء في حياتنا عبادة إذا كنا صادقين بنوايانا وإذا كنا فعلا في حياتنا نعمل بكل طاقتنا في هذا الاتجاه يا أبا ذار ليكن لك في كل شيء نية إنها النية الدينية الشرعية قطعا النبي لا يتحدث عن النية بمعناها المطلق فهذه موجودة عند الجميع فهو لا يطالب أبا ذار من أن تكون له نية في كل شيء قطعا لأبي ذار نية في كل شيء وهي قضية تكوينية لا يستطيع أبا ذار أن يقوم بأي شيء من دون نية لكن النبي يتحدث عن نية دينية عن نية شرعية أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى ما يقارن هذه النية أننا نتقرب بهذا العمل الذي جعلناه لله نتقرب به إلى الله مقارنة النية هذا ليس ضرورية يمكننا أن نستحضر هذا المعنى ويمكننا أن لا نستحضر هذا المعنى ويختلف المؤمنون في فهمهم لمعنى التقرب بينما حينما تكون الصلاة لله هذا المعنى لا يختلف عليه إثنان فمثلما سورة الفاتحة جزء من العبادة ولا يختلف اثنان على سورة الفاتحة أتحدث عن دين العترة الطاهرة لا شأن لي بنواصب السقيفة بني ساعدة أن حذفوا البسملة أن أضافوا آمين في آخر يا هؤلاء دينهم دين التحريف والتزييف لا شأن بهم القرآن حجة عليه القرآن حجة عليه فليفتحوا المصحف المصحف سورة الفاتحة أول سورة والبسملة أول آية فيها وهي أول آية في القرآن لماذا يحذفونها لا يقرؤونها هل توجد كلمة آمين في آخر سورة الفاتحة لا توجد كلمة آمين القرآن واضح وصريح لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات سورة الفاتحة لا يختلف عليها اثنان أتحدث عن المتدينين بدين العترة الطاهرة كذلك النية ليس فيها من اختلاف إنها الصلاة لله أما التقرب بهذه الصلاة فهذا أمر يختلف فيه المؤمنون فهناك من عبادته عبادة الأحرار هناك من عبادته عبادة التجار هناك من عبادته عبادة العبيد وهكذا والأحرار مراتب والتجار مراتب والعبيد مراتب يا أباذار ليكن لك في كل شيء النية حتى في النوم والأكل إذن هناك نية مستديمة وهناك نية متحركة جزئية النية المستديمة نية كلية مستديمة إنها تتحدث عن كل مساحة الدين عن كل مساحة العقيد مثلما ضربت لكم مثالا وقرأت ما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة حيث اقتطفت لكم بعضا من عبائرها وكلماتها وألفاظها فهناك النية الكلية المستديمة وهي نية عقائدية وهناك النية الجزئية المتحركة إنها النية الواجبة نية العبادات إن كانت العبادات واجبة أو مندوبة لماذا أقول من أنها نية واجبة واجبة من جهة أنها تقوم العبادات أكانت العبادات واجبة أو مندوبة من هنا أقول من أنها واجبة لأن العبادة المندوبة لا تتقوم إلا بالنية العبادة بكليتها مندوبة لكننا كيف ننفذها لابد أن ننفذها بأجزائها الواجبة فأجزاء العبادة المندوبة واجبة لأن العبادة المندوبة تتشكل منها هذا هو مرادي من أن النية نية واجبة إنها نية العبادات بغض النظر أكانت العبادات واجبة أم كانت العبادات مندوبة إنها العبادات المشروعة والنية الثالثة هي النية الجزئية المتحركة أيضا التي تكون لتحصيل الأجر والثواب لتعظيمه لتعاظمه لإكثاره مثل ما قرأت عليكم وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذار من أن تكون له نية في كل شيء حتى في النوم والأكل لازلت أقرأ من الوسائل في الصفحة الحادية والسبعين إنه الحديث الثامن والخمسون بعد المئة بسنده بسند صاحب الوسائل الحر العامل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اجعلوا أمركم هذا لله كل هذه النوايا النية المستديمة النية الجزئية الواجبة نية العبادات النية الجزئية لإكثار الأجر والثواب لتحصيل الأجر والثواب كل هذه الأنواع من النية اجعلوها لله اجعلوا أمركم هذا لله اجعلوا أمركم أمرنا هو ديننا دين العترة الطاهرة دين ولاية علي وآل علي الصادق يقول اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله كم جميل هذا الكلام هذه الكلمات القليلة أوجزت أوجزت كل الكلام من أول الحلقة إلى الآن فعودوا إلى هذه الكلمة الصادق يقول اجعلوا أمركم هذا لله هذه النوايا بكل مستوياتها اجعلوها لله لأن النوايا هذه التي حدثتكم عنها تشكل النوايا في مساحة دين العترة الطاهرة اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس فإنه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله لازلت أقرأ من الجزء الثاني من الكاف الشريف أضرب لكم أمثلة من أحاديثهم صلوات الله عليهم التي تحدثنا بالمعاني المقارنة للنية النية واضحة النية في دين العترة لله اجعلوا أمركم هذا كله لله هذه النيات بكل تفاصيلها أكانت مستديمة أكانت جزئية متحركة واجبة أكانت جزئية متحركة لتحصيل الأجر والثواء أكانت 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 اجعلوا أمركم كله لله من المعاني المقارنة ما جاء في باب العبادة هذا هو عنوان الباب في الجزء الثاني من الكاف الشريف بحسب الطبعة في الصفحة العاشرة بعد المئة بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن أبي جميلة قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال الله تبارك وتعالى إمامنا الصادق يحدثنا عن الله يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا هذا معنى من المعاني التي تقارن النية أن العبادة لله ولكننا نريد أن نتنعم بها في هذه الحياة ونعيمنا بها في هذه الحياة سيقودنا إلى نعيمنا الخالد في الآخرة يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة هذه المعاني ليست ضرورية وقد ينسجم كل معنى مع مجموعة من القلوب هناك قلوب تجد هذا المعنى في عبادتها وهناك قلوب أخرى تجد معنى آخر ولذا فإن النية ليست هذه النية لله وهذه المعاني معاني تقارن النية ولا تعتبر جزءا من العبادة ولا تتقوم العبادة بها إنها أجزاء مقارنة للنية التي هي لله فقط وتلك النية هي التي تتقوم العبادة بها يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا فإنكم تتنعمون بها في الآخرة الحديث الثالث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر ليس المراد من العبادة هنا الصلاة فقط الصيام فقط الحديث عن العبادة العبادة كما يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ليست العبادة في كثرة الصلاة والصيام وإنما العبادة كثرة التفكر بأمر الله أمر الله الذي حدثنا عنه الصادق قبل قليل اجعلوا أمركم هذا كله لله هذا هو أمر الله إنه هو هو الذي يتحدث عنه الإمام الصادق حين سئل عن قائم آل محمد قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي إنه صاحب الأمر إمام زماننا هذا هو الأمر الذي علينا أن نجعله كله لله أفضل أفضل الناس من عشق العبادته فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر الحديث الرابع كل الكلام فيما يقارن نية العبادة بسنده بسند الكلين عن عيسى ابن عبد الله عيسى ابن عبد الله يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه جعلت في ذاك ما العبادة ما العبادة قال حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها لم يقل إنها صلاة أو صيام الصلاة عبادة والصيام عبادة وآكذا لكن الإمام حدثنا عن جوهر العبادة وحقيقتها حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها أما إنك يا عيسى يخاطب عيسى ابن عبد الله أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا حتى تعرف الناسخة من المنسوخ الإمام الإمام لا يتحدث عن آيات ناسخة لآيات ولا يتحدث عن روايات ناسخة لروايات أخرى هذا هذا مصطلح من مصطلحاتهم وجزء من معارض كلامهم أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمنا فيمضي 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 ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته قال قلت نعم قال هذا معرفة الناسخ من المنسوخ فطاعة الإمام المتأخر ستكون ناسخة لطاعة الإمام المتقدم من هنا قالوا لنا اعملوا بالقول المتأخر بالقول المتأخر من المعصوم نفسه أو بالقول المتأخر للمعصوم المتأخر هذا جزء من مصطلحاتهم ومعارضهم ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الرواية أهم ما فيها من أن تعريف العبادة هو هذا حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها الوجوه محمد وآل محمد هذه هي الوجوه التي يطاع الله منها كما قلت لكم لأن طاعتنا لله ليست مباشرة لله وإنما من خلال وجه الله من خلال محمد وآل محمد وهذه هي العبادة الحقيقية فعيسى بن عبد الله سأل الإمام الصادق ما العبادة؟ قال حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها ثم بيّن له المعنى فيما يرتبط بمعرفة الناسخ من المنسوخ فقال له أليس تكون مع الإمام موطنا نفسك على حسن النية في طاعته؟ فيمضي ذلك الإمام ويأتي إمام آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته؟ هذه هي العبادة الحقيقية وهذه هي الطاعة الحقيقية الحديث الخامس من الباب نفسه بسنده بسند الكليني عن هارون بن خارجة عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه إن العبادة ثلاثة قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً خوفاً من العقاب فتلك عبادة العبيد وهؤلاء على مراتب وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء هذا كالأجير وقد يعبر عنها في روايات أخرى بعبادة التجار وقوم عبدوا الله عز وجل حباً له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة لكن النية أن العبادة لله والذي يقارنها يقارنها أننا نعبد الله لله حباً في الله هذه مقارنات تقارن النية نذهب إلى فاصل أيضاً أيضاً جاء في الروايات بخصوص ما يقارن النية إنني أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة الحديث الأول بسنده عن هشام بن الحكام قال سألت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم إلى آخر ما جاء في سؤال هشام بن الحكام هشام بن الحكام يتحدث بهذا الحديث في زمانه في زمان الصادق فماذا سيقول عن زماننا أتعلمون أن هناك الكثير من الناس أخذوا يجمعون صلوات اليوم في وقت واحد لأنهم يخرجون إلى العمل قبل صلاة الفجر وهم لا يجدون فسحة لا لصلاة الفجر ولا لصلاة الظهر والعاصر فعينما يعودون إلى بيوتهم عند المساء يجمعون صلوات اليوم الواحد سألت أبا عبد الله عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم قال قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه فيها علل وذلك أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي بأكثر من الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط لكانوا على ما كان عليه الأولون فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمسة من خمسة مرات ينادون بإسمه ينادون بإسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه وينسوه فيندرس ذكره إذن هذه الصلوات هي في جهة من جهاتها مواعيد لتذكر محمد وآل محمد هي صلاة لله سبحانه وتعالى ولكن هذه المعاني تكون مقارنة للنية وكل مصل يميل إلى مضمون من هذه المضامين التي تقارن نية الصلاة تقارن نية العبادة نحن نقرأ في الزيارة الجوادية وهي زيارة مروية عن إمامنا الجوادي يزار بها إمامنا الرضا صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من الجزء التاسع والتسعين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هكذا نخاطب أئمتنا الخطاب بنحو مباشر لإمامنا الرضا وهو خطاب لهم جميعا السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا من اعتصم بهم كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله هؤلاء هم عصمة الله حينما نعتصم بهم فإننا نعتصم بالله تذكروا حكاية السجود لأبينا آدم الملائكة بكل مراتبهم سجدوا جميعا لأبينا آدم أما إبليس رفض ذلك الحكاية هي الحكاية المضمون هو المضمون الله يريد منا أن نرتبط بمحمد وآل محمد وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وآله بعيدا عن سقيفة الأعراب عن سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن سقيفة عبيد الأعراب سقيفة بني طوسي السلام عليكم أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا وفي المجرى نفسه إنني أقرأ عليكم من كتابي المؤمن للحسين ابن سعيد الأهوازي من صحابة الأئمة هذا الكتاب من أصولنا القديمة من الكتب التي أُلِّفت زمان أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة الثانية والثلاثين إنه الحديث الثاني والستون عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه وهو يحدثنا عن الله جاء في حديثه الله هو الذي يقول وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِمِثْلِ مَا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بَأَيِّ شَيْءٍ بِمِثْلِ مَا افْتَرَدْتُ عَلَيْهِ افترض علينا صلاة لله ولم يفرض علينا صلاة قربة إلى الله نصوص القرآن كلها تتحدث عن أن صلاة لله سبحانه وتعالى ولكننا نتقرب بصلاتنا التي هي لله نتقرب إلى الله وهذه الأحاديث هكذا تتكلّى كل شيء علمونا إياه يتنافر مع دين العترة أتحدث عن مراجع النجف وكربلا ضيّعوا أنفسهم وضيّعوا الشيعة معهم وما تقرب إلي عبدٌ بمثل ما افترضت عليه الذي يفترض علينا هذا هو الذي يفترض علينا وبه نتقرب إلى الله وما تقرب إلي عبدٌ بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة النافلة التي هي لله نحن نتقرب بها إلى الله وليست النية في النافلة مثل ما علمونا من أنها قربة إلى الله النية من أن الصلاة لله وبعد أن تتحقق ما هي الصلاة حقيقة الصلاة نتقرب بها إلى الله قد لا يكون هذا الأمر منفصلا في الواقع الحسي لكن الأمر يجري هكذا بهذا التركيب وهذا الترتيب وما تقرب إلي عبدٌ بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته إلى آخر الحديث الشريف موطن شاهد هنا وما تقرب إلي عبدٌ بمثل ما افترضت عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإننا نصلي لله وبعد ذلك نتقرب بهذه الصلاة إلى الله حتى ننال حبه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه إذن النية واحدة عند الجميع الصلاة لله مقارنات النية تختلف باختلاف القلوب والمدارخ وباختلاف العقول ومن هنا سيختلف الأجر والثواب المترتب على النية حينما نقول على النية إننا نتحدث عن مقارنات النية لأن النية واحدة وهي الصلاة لله ونقرأ أيضا في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربى إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 300 رقم الحديث 181 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول هذا خالص لي الله يقول فحينئذ يقول سبحانه وتعالى هذا خالص لي فيقبله بكرمه دققوا النظر وتدبروا كثيراً في هذه الكلمات لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته إنها النية الخالصة حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه إنها العبادة لله إنها الصلاة لله إنه الصوم لله إنه الدعاء لله إنه الحج لله إنها العمرة لله إنها زيارة الحسين لله لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه فحينئذ يقول يقول سبحانه وتعالى هذا خالص لي فيقبله بكرمه رقم الحديث 182 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره العبادة لله هذه صياغات تفصيلية لنفس الجملة من أن صلاة لله فما قرأته من كلام إمامنا الباقر هو هو ما يقوله إمامنا الصادق الإمام الباقر هكذا قال لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه حتى ينقطع إلى الله فحينئذ يقول الله هذا خالص لي فيقبله بكرمه والصادق يقول ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره هذا هو القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ماذا جاء في أحاديثه القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه هذه كلماتهم صلوات الله عليه ما أنعم الله عز وجل على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله تعالى غيره رقم الحديث 183 عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه أشرف الأعمال أشرف الأعمال التقرب بأي شيء بعبادة الله تعالى إليه التقرب بعبادته إليه فهناك عبادة كاملة تتقوم بهذه النية من أن العبادة لله ونحن نتقرب بها هذا هو مضمون أحاديث الأئمة أشرف الأعمال التقرب بعبادة الله تعالى إليه هذه الأحاديث تطبيق عملي لمضمون النية الذي حدثتكم عنه في أول هذه الحلقة نذهب إلى فاصل وحق جبينك الزاهري يا رسول الله نحن غير حسين ما عدنا وسيلة أعود إلى أحاديثهم الشريفة إنني أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة أثانية والأربعين بعد المئتين الباب الذي عنوانه معنى المنافق رواية مهمة جدا هذه الرواية توضيحية والتي بعدها كي أختم حديثي في هذه الحلقة ولا زال الكلام متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى بسنده بسند الصدوق عن عبد الله بن سنان وهو شخصية بارزة من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن عبد الله بن سنان قال كنا جلوسا عند أبي عبد الله الصادقي إمامنا جعفر كنا جلوسا عند أبي عبد الله إذ قال له رجل من الجلساء جعلت في ذاك يا ابن رسول الله أتخاف علي أن أكون منافقا سؤال مهم رجل من الجلساء من أصحاب الإمام قطعا يقول للإمام الصادقي صلوات الله عليه جعلت في ذاك يا ابن رسول الله أتخاف علي أن أكون منافقا يمكن أن أكون منافقا فقال فقال إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي تصلي صلاتك الواجبة على الأقل إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي فقال بلى فقال فلمن تصلي فقال لله عز وجل هذه النية التي كان الأصحاب يتعلمونها من الأهم أليس تصلي فقال بلى فقال فلمن تصلي فقال لله عز وجل قال فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره هذه هي النية نية الصلاة لله فما قال هذا الرجل من أنني أصلي قربة إلى الله إنه يصلي لله وهذا هو دين العترة هذا هو الواضح في كل رواياته لا توجد عندنا رواية واحدة من أن المصلي يصلي قربة إلى الله هذا لا علاقة له بدين العترة الطاهرة الصلاة لله وهناك مقارنات للنية هذه تختلف باختلاف الأشخاص باختلاف مراتبهم العقلية والفكرية وحينما يتم الحديث عن الاختلاف في النية في مقارنات النية الاختلاف يكون هنا إذا خلوت في بيتك نهارا أو ليلا أليس تصلي فقال بلى فقال فلمن تصلي فقال لله عز وجل الإمام يقرر الكلام فكيف تكون منافقا وأنت تصلي لله عز وجل لا لغيره الصلاة لله في معناها تختلف عن الصلاة أن تكون قربة إلى الله هذا شأن يعود لي أنا الذي أتقرب إلى الله ومسك الختام بين الأحاديث ما أقرأه عليكم من محاسن البرقي بسنده عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنة سبعمئة وذلك قول الله تبارك وتعالى والله يضاعف لمن يشاء فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله لثواب الله التي تعملونها لثواب الله فقلت له عمر بن يزيد بعد أن سمع هذا الكلام من إمامنا الصادق فقال للإمام وما الإحسان ما هو هذا الإحسان الذي تأمرنا يا بن رسول الله أن نحسن أعمالنا إذا أحسن المؤمن عمله فقلت له وما الإحسان فقال الإمام صلوات الله عليه إذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك وإذا صمت فتوق كل ما فيه فساد صومك وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك في حجك وعمرتك قال وكل عمل تعمله لله هذه هي النية العبادات لله وليس قربة إلى الله بعد أن تكون الأعمال لله نتقرب بها إلى الله أما نفس العمل فنيته تكون لله وكل عمل تعمله لله فليكن نقيا من الدنس ستأتينا آيات الكتاب الكريم إنما قرأت قرأت الأحاديث قبل الآيات لأجل أن تجد أن الأحاديث تتطابق بدرجة مئة بالمئة مع الآيات التي سأتلوها عليكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سأأخذكم في جولة بين آيات الكتاب الكريم كي نقف بوضوح وجلاء على ماذا يقول دين العترة في النية بحسب ما جاء في رسالة السائل وطالب الصورة واضحة وهذه الجملة تلخص كل الكلام المتقدم كل عمل تعمله لله تعمله لله فليكن نقيا من الدنس أعتقد أن الصورة تتلخص فيما يلي النية القصد في قلب الإنسان الدافع للعمل بنحو إجمالي وأنا أتحدث هنا عن النية الدينية الشرعية بحسب فقه العترة الطاهرة هناك النية المستديمة وهي النية الكلية الثابتة هي نية العقيدة نية البقاء على ولاية محمد وآل محمد خالدين أكان الخلود في الدنيا أم كان الخلود في الآخرة لا يوجد فارق بالنسبة لنا نحن على نية الخلود على ولاية محمد وآل محمد أينما كان هذا الخلود أكان الخلود في الدنيا أم كان الخلود في الآخرة نحن عبيدهم نحن صبيانهم هذا الكلام قد لا يريح البعض فليذهب إلى الجعيم المستوى الثاني من النية إنها النية الجزئية المتحركة الواجبة نية العبادات تتقوم العبادات بها ونية العبادة لله سائر المضامين الأخرى التي قرأت ما قرأت عليكم منها الأمر لا ينحصر بالذي قرأته عليكم هذه نماذج الروايات فيها الكثير والكثير من هذه المضامين تختلف باختلاف مراتب عقول الناس باختلاف مراتب عقائدهم باختلاف مراتب معرفتهم النية الثالثة هي جزئية متحركة لأجل تحصيل الأجر والثواب لتكثيره لتعظيمه إنها النية التي نستطيع من خلالها أن نحول كل شيء في حياتنا إلى عبادته وإن كان بظاهر الأمر لا علاقة له بالعبادة من جميع الجهات النية الخالصة لله سبحانه وتعالى توجهنا إلى إمام زماننا أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين سبب المتصل بين الأرض والسماء نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر